يا بابا يا بابا نسبة زيت معاه مش ممكن يعني جد انت بتعملي ايه يا ولية؟ مش انا اللي باعمل ده هوه اللي بيع هوه وانت بتهببه ايه؟ الوقف محظور وعايز يشوخ والكنيف عندكو مشغول يستير ورا المسرح ولا يستير اينا في الميا انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمة منك حاجة بس يا حبيبي كفاية ايه كل الميا دي هو اشرب ايه؟ اشرب ايه يعني شرب ازا ستن بير اطلعوا برا برا البيت خالص يلا برا ماشي يا اختي ماشي يلا امشي يلا يا ابني يلا امشي با يعني اولع في البول ولا ولع في البيت ولا ولع في نفسي ربنا يسامحك يا بابي يا رب الزفتة دي تعدك بالليل بس نيلي انكل سليم؟ ايه ده؟ حضرتك عامل كده ليه؟ واحد انتهز ان الموبايل بتاعي فصل شحن جابني هنا واقلبني سار كل حاجة مع فضاء موبايل سار كل حاجة واحد منين من الشارع؟ من هنا من دول؟ ام ام معلش انكلام باري ساري مش عارف اقول له حضرتك ايه؟ طب تعالي اجيب لك حاجة تلبسها ياريتم نبي ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده يا بنت عمي؟ طبقه في فدره ولا حاجة؟ اصطر على نفسك وادم من ده؟ مدير البح؟ ايه اللي انت بتقوليه ده انت الجننتي؟ الجننتي ايه حبيبتي؟ هل تريدين اكدب عناية؟ وقفة مع راجل غريب في الزنقور بمنظره ده هتكونوا بتعمله ايه يعني؟ بلعبه استيميشن؟ يمكن كان بيعلمه في النون القتال بس يا متخلف انت وهي ده انكل سليم قاربنا هو واحد من الزبالة اللي انتوا عز منهم هو اللي عمل فيه كده وسرقه لا حزبي على كلامك يا حبيبتي وفارميلي عندك احنا ما نعرفش ناس زبالة وبعدين احنا شعرفنا ما يمكن هو جاي الفرح مهوي على نفسه كده جاي فرح مهوي ازاي؟ هو جربوع زيكم؟ ما تلمي نفسك يا حبيبتي احنا ما نعرفش جرابية الناس اللي جوا دول اشرف منك واشرف من اللي طاع فيهم كلهم على الاقل جايين بما لباسهم خلاص اهدي يا شوشو اهدي خلاص يا استاذ النالي احنا هنحل الموضوع ده هوت بقولك ايه مش يمكن يكون الواد ايمن ايردة هو اللي عمل الحوار ده؟ هو انت عزمت ايمن ايردة؟ انا اضطريت غصب لعني ده مثبتنا انا مرتين يا هاني طب هنجيبه منين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ ياما في بيتهم؟ ياما في شرعب عزيز بيفور الحاجة اللي معاه؟ ما تقلاش يا حاج حاجتك عندي انا هجيبها لك حاجة ايه اللي هتجيبها له؟ انا هحبسكم كلكم الحق علينا ان احنا عايزين نساعدكم تساعدوا مين يا حرامية يا باور؟ باور ايه ناور يا قبلة واتفر انا هكلم البوليس حلول عشان يجي يقبض عليكم تعمل اللي انت عايزة انت هتقر فينا ألو؟ بوليس؟ ممكن نعمل أوردر لو سمحت؟ عايزة بلغ عن سرقة في بلا عبدالله مكاوي يا نغري سويد هاي حضرت الزبر ايه السيرفوس التحفة دينا لسه قفل حالا جيتوا بسرعة قوي لو سمحت انا عايزةك تقبضلي على دي ودي والولد ده اسمه هاني الأرنوب أرنوب ده ايه؟ ده بدوب يا باشا هو ايه اللي قبض على دي ودي ودي لا يا باشا انا اللي عايزة بلغ عن البت دي قفشتها في وضع مخل مع راجل هتلاقيه متلقح هناك كده في دروة بملابسه التحتانية ايه هات الأدب بتاعتك دي يا مجنون دي أونكل سليم يا سيعة يا بتاعت أونكل سليم بس بس بلاش كدام فارغ انت عبدالله مكاوي ايوه انا معايا عمر بلغض عليك اتفضل معايا ليه؟ بدي مراتي انا مالي بمراتك انت شركتك تملك بخيرة كد طلع من إيطاليا للصين ايوه اتفضل معايا عشان البخيرة دي غريت طب وانا مالي يا فهد موانا لسوقتها لا احنا مسيكنا السواق اتفضل لا 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 اتفضل طب لا سمحت يعني ممكن اقتلت اللوير بتاعه بس يجي لأول يا باشا دعاري يا باشا دعاري بس بقى هاي بيسو ام فاين الحمدلله مفيش مركب من بتوعنا غرقت في أوشن وعليها بضاعة كتير قوي فالشركات أصحاب البضاعة هم لقدموا بلاغ في بابي واضح ان في ناس وشهم حلوة قوي علينا طب اديها بالجاز ما دي ولا عمل فيها يا خلت استني بس ما عندها حق الصراحة دحنا قدمنا محنة دحنا جبنا داغ الراجل ده من يوم ما عرفنا وهو ما بين المستشفيات واللي قسامه هي السجنة طب اخرسي بقى اخرسي بقى وسكوتي وتنيلي على عيني ماضي قالوا لنا انه هيخرج بعد شوية بس قالوا لنا هيخرج بكفولة ده نوع من أنواع العقاب كفالة اوكي ايه الكفالة دي سعب اقفل يا سود الوقتي باعي طب يا عبد الله بي ما سيبك انا اروح الحمام وبكرة الصبح نتقابل ان شاء الله وانت تستنى في الحمام لغات بكرة يا مونير يا دوبي عبد الله بي بنوية بنوية جوزي حبيبي الحمد الله سلامة يا سعب الله يسلمك شد واتزول يا عمو شكرا بنتي بابي طلق الست دي دلوقتي حالا دي وشها وحش قوي عليك من اول يوم البركب غرقت والمال بعد تويكس هتعملي فينا ايه اقع تصدقها يا سعب ده انا وش حلوة قوي اقع يا اخويا اتطلقني ده انا قدم حلو هي بس اللي من نفسنا مني شوية انا ايه؟ ايوة من نفسنا مني من ساعة ما شفتيني لفسها فستان الفراح وانتي مش طيقة نفس بس 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 فستانك ده سكوتي خالص وتسكوتي خالص بقولك ايى يا بتنتي انا خلق يمنحيري ومش استهمله ومش مخصاكي كفية البتاعة ده طبق على نفسي مهو طبق على نفسنا كلنا انتي الى مش متعوده ايه انتش ععافك يا بتّ انت اذا كان متعودا او مش تعودة هي انتش نقمی هاna تبقلي위 ج دقائم ايه اللي انتو متعملوه ده انا مش مصدق هايو صباح انا تعباني انتش لديك يا حبيبي تعبطوا يلا إخوي حط إيدك في إيدي كده بس كان نفسي نتزاب في الأول يعني زعابته مش مهم ما تسمعيني زغروتها يا بت؟ راحتهم رايبة يلا خلينا نرو على منطقة جديدة الناس اللي سمعوا أنك تغلبت على ملاك الناس اللي يتعرفوا عليك يا عبداي نعم أقمري عايزة إيه؟ بقالك يا مم بحلقالي عايزة إيه؟ يا يا بيت انت عيب عليك كده حرام ما تتريش عليه ما بتعرفش تتكلم مين دي لي ما بتعرفش تتكلم؟ ده أنا سماعها الصبح بودني وهي بتغني أهلة ولعبت يا ظهر أهلة ولعبت يا ظهر وتبدلت لحوال بسم الله الرحمن الرحيم إيه ده إيه ده؟ شافت لأ دي أكيد ملبوسة كده يا مامي خلاص بقى الشاشة فكيها بقى أفك إيه بس يا هاني؟ نحن من ساعة معرفنا الرجل وهو حلو في النازل شكلنا بقى أندر قوي وانتو مالكو يا بنتي هو قدروا كده انت بس توصي خالتك تقعد إيه جنبه يعني تفكه تاخده في حضنها تتطب عليه الرجل برضو عريس جديد وفي ظروف صعبة ومحتاج لسدر حنين كده ما تصبط يلا وتلم نفسك يا بنتي ما حلاله يا بنتي هو محتاج لسدر حنين يترمي فيه بس لا نيان نيان مال هدي بتناولنا وليه؟ تسيبك نيان نزل رجلك وحط الطبقة على الترابيزة معلش أناق قعد براحتك يد نيان نيان ما تتعبش نفسك بعاتنا نياء وتجيب طلبات طلبات إيه اللي بعاتتوها تجيبها؟ لا ما تلاقيش ده حاجات بسيطة يعني فول على طعمية على بقسمات مش قصدي يا غبي قصدي ليه أصلا تبعتوها تجيب طلبات؟ اللي ليه مش شغالة هنا شغالة عند أصحاب البيت إنما إنتوا ضيوفتوا قالوا خلاص هتمشوا بقول لي كيه يا بتنتي ده مش عايزة تخنق معاك عشان الظروف اللي عمو عبدالله فيها هو فين بابي أصلا لما شفتوش من الصبح في المكتب مع المحامي ومواندوب شركة التأمين انت بتتكلمي ليه أصلا وحفظ كلمك الله انت بسقصية بتنتي ولا إيه مش انت اللي بتسألي؟ بسأل نفسي وبتكلم مع نفسه خلاص ما عليش شاست كل حقك علينا وانت بعد كده لما تلاقيه بتتكلم مع نفسها ما تدخلش خالص ماشي؟ انت مالك انت أصلا قاعد متبارتع كده في الليبين انت مين أصلا؟ بعدين بقى ده خطيبي عشان فهمك بلغتك ماي اكس فريند وضيف مرات عمي اللي هي ساحبة البيت أولاً أنا مش هصلح لك الكارسة اللي انت قلتها دي وهسيبك حمارة كده ثانياً مرات عمك اللي هي ساحبة البيت اسمها الست اللي خربت البيت يا علم يا نحس شريهان ايوا يا عمو حالاً او عيالها شريهان ايوا يا عمو مش فيه مناف مبارح دي تقولك و قلتليك خليه معاكي؟ ايوا انا شايلا معايا هاتيوا تعالي بسرعة سواني و يكونوا عند حضرتك مايقدرش يستغنى عني خالص هيجننني نازل رجلك يا متخلف انت معلش ناسف حقك علي على فكرة انت صاحبة البيت طبعاً اي نو مش محتاج تقولي